أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن واشنطن تعمل مع القاهرة لإيقاف الحرب على غزة بكل السبل الممكنة لإنهاء معاناة الفلسطينيين وخلال مؤتمر صحفي بالدوحة مع رئيس مدس المزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ألثان أكد بلينكين استمرار الولايات المتحدة مع الوسطى في الضغط على كافة الأطراف لقبول مقترح وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن هناك مقترحات جديدة لخطة ما بعد الحرب سيتم تقديمها خلال الأسبوع المقبلة من أجل إعادة الإعمار والبناء بالأيام المقبلة سنواصل الضغط بشكل عاجل مع شركائنا في قطر ومصر لمحاولة إتمام هذا الاتفاق لأننا نعلم أن ذلك يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بل والعالم أجمع